انتقادات من الاتلاف والمعارضة في إسرائيل لخطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي اتهمه عدد من الوزراء أنه يقوض كل فرصة لصنع السلام من الواضح أن أبو مازن لا يريد أي سلام أو تسوية وهو يبحث عن حجج لتملص من ذلك تصريح ترامب هو حجة من أجل الهروب من التفاوض المباشر أقوال رئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينت جاءت أكثر حدة ودعا إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية معلنا نهاية فكرة الدولة الفلسطينية أبو مازن وفكرة الدولة الفلسطينية يختفون من العالم تصرفاته تشير إلى أنه لم يفقد قوته وحسب وإنما اتصاله بالواقع عن الأوان للتفكير في مرحلات ما بعد أبو مازن ومن الضروري أن نفهم جميعا أنه انتهى عهد الدولة الفلسطينية وآل الأوان لفرض السيادة أما رئيسة حزب الحركة المعارض سيبي ليفني فرأت أن المصلحة الإسرائيلية تقتضي إقامة دولة يهودية ديمقراطية وأمنة وأنه يجب تحقيق هذه الغاية مع الفلسطينيين أو بدونهم ووصف رئيس المعسكر الصهيون المعارض أفي جاباي أقوال أبو مازن بالخطيرة وغير الواقعية أقوال محمود عباس خطيرة وكاذبة وفيها بدعة لكن يجب أن لا نخطئ وأن نركز فيما يقول الفلسطينيون الحلم الصهيوني هو حلم مبادرة وهو ما خققناه وتوصلنا إلى سلام خطاب محمود عباس استحوذ على عنوين الصحف الإسرائيلية وركزت التحليلات على معاني الخطاب التي رأى البعض فيها نهاية لاتفاقات أسلو وآخرون أصروا على ضرورة الانفصال عن الفلسطينيين كمصلحة إسرائيلية من القدس حياقاسم الحرة